بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية شكر وامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على إثر مشاركة فريق الإنقاذ والإغاثة الإماراتي بعد الزرزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ومما جاء في برقية جلالة الملك يطيب لي أن أعرب لسموكم عن خالص عبارات شكر وعظيم عرفاني لما أبديتموه من صادق مشاعر التعاطف والتضامن الفاعل لمؤازرة ضحايا الزرزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا وأضاف صاحب الجلالة أود أن أعبر لسموكم باسم الخاص وباسم الشعب المغربي عن أسمى عبارات التقدير والامتنان لمبادرتكم الإنسانية النبيلة النابعة من نبلش يمكم ولحرصكم الكريم على تسخير فريق الإنقاذ والإغاثة الإماراتي الذي كان بحق سنداً قوياً لأشقائه المغاربة وجسد متانة عرى المحبة الدائمة والأخوة الصادقة التي تجمع شعبين الشقيقين وتابع جلالة الملك ولا يفوتني أن أؤكد لكم اعتزاز العميق بما يربطنا شخصياً وأسرتين من عهود المودة والإخاء وبما يجمع بلدين من علاقات أخوية متينة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل والتي لا تزيدها الأيام إلا متنة ورسخاً وأجدد صاحب الجلالة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة التعبير عن أسمى عبارات العرفان والتقدير لوقوف سموه الدائم إلى جانب بلده الثاني المملكة المغربية داعين الله تعالى أن يحفظ سموه ويجنبه وبلده الشقيق كل مكروه